شهدت سنة 2021 امتحاناً لنجاعة المنظومة الصحية الوطنية بامتياز حيث بلغت الموجة الثالثة دروتها بارتفاع عدد الوفيات والإصابات بتسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الصائفة الماضية فقط فطلبت معظمها استعمال مكثفات الأكسجين انطلاق سنة 2021 جاء بانطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد-19 خلال شهر جنفي باللقاح الروسي سبوتنيك في من مدينة البوليدا عملية التلقيح ستتم بصفة تدريجية وستشمل كل الولايات دون استثناء ليستقبل بعدها معهد باستور تدريجيا جرعات متزايدة من اللقاحات شملت كل من أسترازينيكا، سينوفاك، سينوفاغم وجونسونان جونسون بعد ظهور المتحور الجديد دلتا الذي تمثلت أهم مضاعفاته في ضيق في التنفس مع سرعة كبيرة في انتقال العدوى سجلت الجزائر أعلى نسبة في الإصابات ارتفاع عدد الحالات أدى إلى شل نشاط المستشفيات بتخصيص جميع المصالح لمواجهة كوفيد-19 بمختلف ولايات الوطن المضاعفات الصحية التي تسبب فيها المتحور دلتا أدى إلى ظهور أزمة حادة في الأكسجين وعن عدز في الاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يتدخل بإعطاء تعليمات صارمة بضرورة الرفع من قدرة إنتاج الأكسجين من 290 ألف لتر إلى 310 ألاف لتر يوميا واستراد 4500 جهاز تنفس وأزيد من 4500 مكثف أكسجين المشكلة التي تجعلها نوع من تدبدب مشكلة تنظيمة فقط المشكلة التي تجعلها أول أخيرا في هيا مئت ألف لتر ورنة آلت Luis ماتوا بالحيد دلت لا تترى بماتوا بالحيدة في الأكسجين من 1 يوميا لذلك كل 2-3 يوميا 100.000 لتر من أجل عندما يتدخل إنتاج نشاء الله نحن العدد من إنتاج سهمت العديد من الجمعيات والمؤسسات الوطنية وأبناء الجالية الوطنية بالخارج بتبرعات مختلفة في مشهد يعكس روح التكافل الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع الواحد اطلاق عملية التلقيح على المستوى الوطني في بداية سنة 2021 لم تكن في مستوى تطلعات السلطات العمومية التي كانت تستهدف نسبة 70% من المواطنين غير أنه بمجرد بلوغ الجائحة ذروتها تزايد الإقبال على التلقيح بمعدل 300 ألف ملقح يوميا تراجع نسب التلقيح وسط المواطنين بعد الاستقرار الذي عرفته الوضعية الوبائية بعد تراجع حالات الإصابة إلى أقل من 100 حالة أعزوفاً أدى إلى كسر المنحنة الصعودي لعملية التلقيح لما نوصل إلى تلقيح أكثر من تلوتي للمواطنات والمواطنين إن شاء الله نكون ندخلنا في بر الأمن بالنسبة للجائحة هذه تلقيح موجود وليوم رانا لوفينت سنك لوفينت نف يوم 29 سبطوم يعني بعد أربعة أيام إن شاء الله ننتج أول لقاح جزائري لكورونا الحاجة العالمية والمحلية للقاح جراء الأزمة الوبائية جعلت الجزائر تتخذ قرار بشأن إنتاجه وطنياً في إطار شراكة جزائرية صينية من خلال وحدة قسنطينا لمجمع سيدال مع تعزيز معهد باستوغ بتقنيات متطورة للكشف عن سلالات جديدة للفيروس شرف وفخر إنتاج أول لقاح جزائري ضد كورونا فيروس وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازاً عظيماً من نظر إلى التقنيات والتحكم في هذه التقنيات والتكنولوجيات التي يتطلبها مثل هذا الإنجاز عزوف المواطنين عن التلقيح بعد تراجع حالات الإصابة أدى إلى تخوفات كبيرة وسط الحديث عن الموجة الرابعة وعن المتحور الجديد أوميكرون الذي سجلت أول حالة له في الجزائر في الرابع عشر من شهر ديسمبر تخوفات دفعت بالحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة للتوسيع دائرة الملقحين تمثلت في فرض الجواز الصحي على المواطنين للالتحاق ببعض الفضاءات كالملاعب قاعات الرياضة والمسابح المؤتمرات والندوات قاعات السينما والمسارح والمتاحث الصالونات والمعارض وقاعة الحفلات في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة الوصية على أن التلقيح يبقى الحماية الأكثر أماناً من المضاعفات الخطيرة للمرض تظل الآمان معلقة على العام الجديد الذي قد يعود بنا إلى الحياة الطبيعية بعد انقضاء الوباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر